ترجمة نانسي قنقر هذا قيام رمضان كانوا يصلون من أول الليل إلى آخره ممكن يصلي أول الليل ممكن في آخر الليل ممكن في وسط الليل كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قيام الليل في غير رمضان أحيانا في أوله أحيانا في وسطه أحيانا في آخره ومن لا يستيقظ حثه النبي صلى الله عليه وسلم على أن حثه على أن يصلي قبل أن ينام طيب بعد ذلك صلى المسلمون في عصور متأخرة في رمضان أول الليل لأنه أيسر عليهم والمعروف النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ليلة 27 الصحابة خشوا أن يفوتهم السحور معنى أنه صلى في آخر الليل وعمر قال التي ينامون عنها أفضل من التي يقومون المسلمون صلوا بعد العشاء لأنه أيسر عليهم في العصور المتأخرة وفي العشرة الأواخر طلعت قضية أنه نجعل قسما من الصلاة في آخر الليل حتى نصيب الوقت الأفضل واجتهادا فسموا الصلاة في أول الليل بعد العشاء العامة الناس تراويح وآخر الليل سموا تهجد لكن كل قيام ليل هي كل قيام ليل يعني في لغة القرآن سماه الله تهجدا وسماه قياما فلا فرق بينهما في لغة القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل تهجد أول وسط آخر ومن الليل فتهجد به نافلة لك وكذلك يا أيها المزمن قم الليلة إلا قليلا فالحقيقة أنه التهجد وقيام الليل في لغة القرآن واحدة والتراويح هي قيام ليل سمي التراويح لأنه كانوا يستريحون بعد كل ركعتين أو أربع وأما تسمي التراويح اللي بعد العشاء وقيام الليل يعني قبل اللي في آخر يعني في النصف الثاني من الليل يعني هذه تسمية كذا الناس اصطلحوا عليها ولا هي في الحقيقة لا فرق كله قيام ليل وإذا كانوا أيضا في صلاةهم الأخيرة يرتاحون بين كل ركعتين فهي تراويح أيضا من جهة من جهة الاسم جمع ترويحة لأنه كانوا يستريحون بعد كل ركعتين أو أربع نقفوا مع فاصلين ثم نعودوا إليكم إن شاء الله هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك نحو مجتمع جوال زاد لمشتركي بودفون رسائل نصية وصوتية ومرئية تأتيك على موبايل للاشتراك في الخدمة أرسل كلمة زاد إلى الرقم تسعة وتسعين تسع وتسعين واتبع التعليمات حياكم الله مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات كان عندنا سؤال من الحلقة الماضية سأل أحد الأخوة عن شخصية إسلامية عظيمة ظهرت في التاريخ في القرن الثاني عشر ظهر ذلك الرجل وكانت جزيرة العرب قد أطبق عليها الجهل وخيمت عليها ظلمات الشرك وانتشرت ضلال والبدعة والبدعة وحالة لا يرضاها مؤمن انتشر الشرك الأكبر وعبدت القباب والأشجار والأحجار والغيران وعبد من يدعي بالولاية وبعض المعتوهين وعبد من دون الله أناس وبعض من المجانين والمجاذيب وانتشر السحر والكهانة وكان في الجزيرة ما كان من أنواع الشرك في وسطها وشرقها وغربها فاختفت السنة وظهرت البدعة وأضحى الدين غريبة فأظهر الله رجلا أخذ على عاتقه رفع راية التوحيد وإعادة الناس إلى الإيمان والدين ومحاربة الشرك وحمل الناس على السنة ونبذ البدعة وولد ذلك الرجل في عام 1115 الهجرة وتعلم القرآن حافظه عن ظهر قلب ولم يبلغ عشر سنين كان فهيما لقنا ذكيا فطنا سريع الحفظي كثير المطالعة في الكتب وأهل العلم ورحل ودرس على علماء في الجزيرة وفي خارج الجزيرة وبلغ الحلم حجة وقصد بيت الله الحرام وأخذ عن بعض علماء الحرم وتوجه إلى المدينة فاجتمع بعلمائها ثم رحل إلى العراق في طلب العلم ودخل البصرة واجتمع بعلمائها وهكذا كان مع شيخه في المدينة في الحرم النبوي ذلك الشيخ السندي العالم فرأى ناس عند قبر عند الشباك عند ذلك الحاجز في القبر النبوي يتمسحون ويتبركون فجرأت بين الشيخين محاورة خلاصتها ذكر قوله تعالى إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون وبدأت الهمة تتجه للتأليف والتصنيف في التوحيد فبدأ بتأليف كتاب التوحيد وبيان ما يخالف التوحيد من الشرك سحر شعوذة كهانة عرافة تعاون مع الشياطين طاوف بالقبور لم يستسلم ذلك الرجل للبيئة ولا للخرافة المنتشرة وألقى على عاتقه مهمة الدعوة إلى الله وقام فتحالف مع أولي الأمر وكان قد قيض الله له أميرا صالحا له زوجة دلته وآزرته وحمسته أن يتحالف مع الشيخ فاجتمع شيخ وأمير وكانت بداية عظيمة في إقامة دولة التوحيد لا شك أنه حصل له أعداء فإن القائمين على القبور الذين يأخذون الأموال أعداء والحساد أعداء وكذلك الذين تذهبوا سلطتهم أعداء ألقوا شبهات ألبوا العام عليه تهموا بالجهل تهموا بإراقة الدماء حصل للشيخ أذى في عدة مواطن ترك وطن خرج فارق أهلا ذهب ماشيا إلى مكان آخر في الصيف لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجة ولما شمر عن ساعد الجد فاجتمع الشيخ والأمير على طاعة الله وظهر أمر الدعوة ووفق الله وقامت تلك الدولة وبسطت سلطانها بهذا المنهج في ربوع الجزيرة ونصر الله ذلك الشيخ على كثير من من عاداه وألغيت أتاوات وسحت وضرائب على الحجاج وقبور كان فيها أضرحة فأزيلت تلك الأضرحة وسويت القبور على السنة ومنع الذبح لغير الله وهكذا استمر الشيخ يدعو إلى الله حتى وافاه الأجل عام 126 للهجرة بعدما بلغ 92 سنة في عمر مبارك ألف فيه عددا من المؤلفات ومن أهمها كتاب التوحيد الذي له عدة شروح وكشف الشبهات والأصول الثلاثة ومسائل الجاهلية فكان ذلك فتحا من الله وكان هذا تجديد للسنة وإعادة الناس إلى التوحيد اخترع بعض أعدائه اسم الوهابية تنفيرا للناس من أتباعه واتباعي هذا التجديد الذي أعاد الله به الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذه الدعوة فصاروا يلمزون ويعيبون زار أحد طلبة العلم بلدا إسلاميا في رحلة علاج فحضر مجلس علم ليعالم فسمعه يحذر من كتب الشيخ ومنها كتاب التوحيد فقام الطالب بنزع غلاف كتاب التوحيد ووضعه على طاولة الشيخ وجلس فجاء الشيخ أخذ الكتاب فقرأه فأعجب به وقال ليتني أعرف مؤلفه قال إن مؤلفه هو الإمام الذي كنت تتكلم عنه وأنت لم تعرفه ولم تعرف دعوته والناس أعداء ما جهلوا ولذلك فينبغي أن يعرف قدر المجددين الذين يظهرهم الله لتجديد الدين يبعث الله على كل رأس مئة سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها ففرق بين التلاعب بأصول الدين وبين إعادة الناس إلى أصول الدين وإلى ما كانوا عليه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الإتيان بدين جديد ضلال عظيم تحريف الدين ضلال عظيم إعادة الناس إلى السنة التي جاهلوها وإلى التوحيد الذي حرفوا عنه هو الواجب على المصلحين والدعاة في كل زمان ومكان ورحم الله الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وأئمة الدين كلهم وأئمة أهل العلم من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب الأربعة أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل والأوزاعي وسفيان الثوري وابن عيينة رحم الله شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وابن رجب وابن عبدالهادي والذهبي وابن كثير رحم الله كل من خط قلما في نصرة الدين وحرك لسانا في الدعوة إليه وجاهد في سبيل الله حق جهاده من المجاهدين الذين نافحوا عن بلاد الإسلام وطردوا غزاة التتر والصليبيين وغيرهم عنها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر